وينضم إلينا من بنغازي الدكتور يوسف الفارسي أستاذ العلوم السياسية أهلا بك معنا دكتور يوسف في البداية أهمية ودلالة هذه الخطوة فتح الطريق الساحلي وكيف ستساعد في رفع المعاناة عن الشعب الليبي كما اعتبرها محمد المنفي بسم الله طبعا الخطوة هذه تعتبر خطوة حقيقة في وقتها خصوصا أن هذه الخطوة هي نجاحك يعتبر مستحق لدبيب شخص دبيبه وكذلك اللجنة عشكرية خمسة خمسة وهذه طبعا نتيجة جهود حثيثة في السابق من طرف هذه اللجان وكذلك من طرف الحكومة ورئاسة يسعونها بكل الجهود إلى فتح هذه الطريق والآن فتحة هذه الطريق وهذه الطريق سوف ترفع المعاناة على الناس وكذلك على المواطنين خصوصا هذه الطريق هي مغلقة منذ سنة ونصف وبالتالي أصبح تشكل يعني عايق أمام التنقل والمواصلات المواطنين بين المدن ولكن طبعا هناك جانبين هناك جانب إيجابي وما تكلمنا عليه الآن وفي جانب سلبي هو طبعا الميليشيات في بصراتها وفي مطقة غربية هي مسيطرة بشكل كامل وكانت تبتز في محاولة فتحة الطريق ومبالغ مالية كبيرة وبالتالي هذه الفتحة الطريق الآن هو خطوة آآ جديرة وخطوة ممتازة ولكن طبعا آآ نحن نعرفين أن المنطقة هذه منطقة غير تحت سيطرة الميليشيات بشكل كامل وبالتالي سوف يكون هناك يعني آآ الفترة القادمة ممكن آآ غلق طريق أخرى لقدر الله في حال عدم استجابة لمطالب هذه الميليشيات وبالتالي أصبح هناك الأمر يعني صعب جدا ولا توجد ضمنات حقيقية لاستبرار فتح هذه الطريق وخصوصا الآن يعني يعني قبلنا هذا الخبر بالفرح وكذلك الناس يعني آآ صررت بهذا الموضوع وبالتالي نحن الآن يعني خطوة تعتبر مهمة نحو رأب الصدع ولم الشمل وكذلك التواصل وتقديم المساعدات بين المدن وكذلك التنقل المواد غضائية وكذلك رفع المعنى على جميع الأمور التي طبعا تعتبر هذا شرير رئيسي وشرير حاوي للمدن وبالتالي أي خطوة في رفع المعنى طبعا هي مرحبة بها بشكل كامل ولكن في المقابل الوضع الأمني والوضع الاقتصادي غير مستقر بالأساس خصوصا في المنطقة الخاضعة للمنطقة الوسطى بالذات بين مصراتها وسبع ولحظنا ما لحظناها يوم أمس من انتشار الجماعات الارهابية ومن عمليات القنبي جيش وطني لمكافحة هذه العمليات وبالتالي منطقة هذه مزالت منطقة خطيرة تعتبر حتى لو انفتحة الطريقية منطقة تعتبر خطيرة جدا خصوصا أن لا يوجد ضمنات حقيقية حتى على سلامة المواطنين عند الذهاب والمرور من هذه الطريقة أو سلامة السايقين الشاحنات ولحظنا فترات سابقة مقابل سنة المصف كيف تم الاعتداء على السايقين الشاحنات وسايقين السيارات النقل والمواطنيين وبالتالي هناك تخوف شديد رغم فتح الطريق ورغم الفرح والبهجة التي رسمت على صدور الناس ولكن نحن الآن متخوفين من وضع الأمني لأن الوضع الأمني يعتبر هو المحرك الاساسي لأي أملية تنقل أو عملية اقتصادية أو عملية تكون هدفها هي تدفع برفع المواطنين طيب دكتور يوسف خصوصا في هذه المناطق التي تعتبر نعم دكتور يوسف أكثر من مرة تم الإعلان عن فتح هذا الطريق الساحلي ولكن هذه الخطوة لا تتم تتوقع هذه المرة أن يكون هناك معوقات تعوق هذه الخطوة مرة أخرى والله طبعا نحن نود أن تكون هذه الخطوة هي الخطوة الهائية لفتح الطريق وسوف لن تغلق مرة أخرى ولكن الأرض الواقعة المعطيات لا تبشر بأن هذه الطريق سوف تكون مفتوحة بشكل كامل مداما في سيدرة الميليشيات على القرار في ليبيا وبالتالي تصبح مسألة أو فتح الطريق من عدمه هي مرتبطة بشكل أساسي بالميليشيات الأساس وليس بحكومة البيبة تلاحظ اتهاك الميليشيات في مدقة غربية بين فترة وأخرى وتلاحظ السيدام الذي يكون بين الميليشيات وكذلك اعتزاء على المدن الأخرى ولكن لم تردع هذه الميليشيات ولم تقوم هذه الميليشيات وتحاول حتى تفكيك هذه الميليشيات بشكل أخرى وتلدد حتى بالأعمال التي تقوم بها الميليشيات فكيف أننا أن نتوقع أن هذه الطريق سوف تفتح دائما وبالتالي أنا في اعتقاد الشخصي أن هذه الطريق هي بسألة وقتية بسألة مرهونة برضى الميليشيات وبدفع مبالغ مرية الميليشيات ما المقابل الذي طبعا تعهد به سيدة بيبة في فتح الطريق الآن ما هو المقابل والضمارات للميليشيات حاولة الميليشيات تفتح الطريق بشكل كامل أشكرك شكرا جزيلا دكتور يوسف الفارسي أساذ العلوم السياسية كنت معنا من بنغازي على شاشة الغد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة